أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفان إبو جلالة الملك ولي العهد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دوما أن تكون الاستدامة هي الأساس الذي يرسخ أركان العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواصلة نمائها وتقدمها وللمحافظة على مكتسباتها مهما كانت المتغيرات والتحديات وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مستويات التعاون والتكامل الخليجي في أطر الجهود المشتركة للدفع قدما بالمعدلات التنموية الواحدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأضف سموه أن تسخير المقدرات الاقتصادية للارتقاء بالمسيرة التنموية للمجلس أمر نجحت فيه دول المجلس وتستطيع أن تبني عليه المزيد من المكتسبات والإنجازات جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم مع معالي السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة حضر لقاء سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة ومعالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وسعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من المسؤولين ومن الجانب الكويتي سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين ومعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي وسعادة السيد خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية وسعادة السيد فاروق علي بستكي العضو المنتدب للهيئة العالية للاستثمار وسعادة السيد هشام إبراهيم الوقيان نائب المدير العام في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسعادة السيد نبيل محمد بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البترول الكويتية وأشهد سموه بدور دولة الكويت الشقيقة في تدعيم أطر التكامل والتعاون الخليجي وتقوية أسسه وخاص برنامج التنمية الخليجي بما له من دور كبير في تعزيز وطيرة العمل التنموي الخليجي المشترك ومردوده المستدام ونوها سموه بالموقف الأخوي المساند للمملكة التي تتخذه على الدوام دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وضمن ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روح الإخاء والتعاون والتعاضد في مختلف المجالات والنواحي مضيفا سموه أن الترابط الأخوي بين قيادات وشعوب دول المجلس سيظل مصدر اعتزاز وقوة لمملكة البحرين ورحبا سموه بزيارة معالي السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق إلى مملكة البحرين المشاركة في أعمال الاجتماع ال-106 لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينعقد في المنامة من جانبه عبر معالي السيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العاد منوهان بحرص سموه الدائم على تقوية مستويات التعاون والتنسيق البحريني الكويتي وأعرب معالي وزير المالية الكويتي عن تطلعه لمخرجات اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وأثرها على تفعيل المزيد من إمكانيات التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون